طيب اللحظة اللي قال لك فيها انت نقلت خلاص و جبنا الاستغناء للنادي الاهلي فكرت ازاي فيها والله انا يعني انا في الاسبوع اللي كان عم عبدالبي قال الله يرحمه موجود بتقابله يوميا بقى بيجي اه في البيت قاعد في البيت بيخلص يعود معهم وبعدين يجي من الفندق يقعد مع العضاء ماجيسة دارة النادي طنطس عيته وبعدين يقعد معهم في البيت ويقول لي ما تقلقش انا كنت متوتر جدا طبعا كان عندي توطر انا خايف ان العملين ما تحصلش وخاصة ان انا بالنسبة لل انت خلاص حطيت في زينك بقى انك في النادي الاهلي اه وخاصة انا في فريق طنطة مهم جدا بالنسبة لهم خفت انه ما يحصلش كده لكن انا في قمة السعادة والفرح الساعة لما جي عم عبدالبقال قال لي عاوزك تتحك فبقول له اتحك علي عم عبدالبقال بس يخلص الموضوع قال يا حبيبي الاستغنى بتاعك في جيبي ومبروك عليك النادي الاهلي دي انا كنت احطيب من الفرحة يعني انا الاسرة هنا بقى كلها عملت اي عملك لا يعني انا عمري يعني والديت الله يرحمه وولدي السعادة اللي هما مش اللي هما بس ده هو كل الجيران وكل الناس اللي موجودة في طنطة ساعتها اصدقان حلم حلم صعب المنال انك انت تلعب تروح النادي الاهلي وتشوف النجوم دولا موجن لواجه يعني تشوف حسن حمدي والقاطيب ومصف عبده وعبدالعزي عبدالشافي اسامي اسامي جميرة قوي وكنت مصر كلها بتاعشها نادي طنطة باعك بكام او استغنوا عنك خمس سلاف جنيه وماتشين خمس سلاف جنيه ماتشين ما تشوف طنطة وماتشين خلي بالك خلي بالك طهر الشيخ برضه جيب خمس سلاف لا طهر جيب اربع تلاف اربع تلاف وده كان نجم من جوم اسكندرية ومحمد عامر جيب سبعة ومحمد كان المبلغ خمس سلاف جنيه كتير مبلغ كبير في الوقت سبالات يعني احنا كنا فاكر في الام دي كنا بنفضل ناكل ونشرب وننام ونعمل كده ونطلب اللي نطلبه لكن السورة دي الله عبدالبقانا الله يرحمه فعلا كان راجل جميل راجل جميل ومتفاني وراجل كان يعني بص شغله هو النادي الاهلي حبه للنادي الاهلي وهو على فكرة مش متحت بس ده جاب في السنتين ثلاثة اللي أنا جيتهم في الخلال كده جايب مختار وهو اللي جايب محمد عامر وجايب طاهر وجايب محسن هو جاب كل مختار ومختار طيب انت بقى حسيت ان نادي تنتا حسوا ان المبلغ صفقة بالنسبة لهم خمس سلاف جنيه وسبوا متحت انت كنت هداف الدوري في الفترة دي مع تنتا وكنت بتنافس كان هداف الدوري سعيدها الخطيب وإسامة خليل وإسامة خليل وانت دخلت معه اه انا حداشر جول كنت الثاني يعني هو فيه الاول والاول مقرر وأنا الثاني متأكد يعني اه اللي ارجع بالزاكرة كده حبت عاني في عينة كده اه طيب فاخدولي المنتخب فبوب الله يرحمه في القاعد معي في اسكندرية والبابلي والعيمة والبارقة فقالولي ايه بص لما انت تحضر شنطتك تبقى لازم يبقى معاك تذكرة عودة لان هما بيكملوا بيك التدريبات انت احنا كده على سن دخلت المنتخب اه اللي هو يا ابونا راح منتخب قال لي ايه ما تفتحش الشنطة وتشيل منه سيب الشنطة زيما ينت عبرت ايه هما بياخدوك بس ايه اه تخش في التدريب بس كده معاهم وبعدين اول تيه في الشنطة تيه في الشنطة بترجع بالسلامة فلازم يبقى معاك تذكرة في العودة اه فانا بين وبينا كابتا مصطفى ده حلمي من الاحلام يعني انت لما بتلعب في الاقاليم ففرق من فرق الاقاليم كل حلمك انك انت تلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي وتلعب انتها في مصر ده ده احنا عندنا احنا كنا محترفين في النادي احنا كنا عايشين محترفين بس انا بقولك امنية اي لعيب في الاقاليم انا امنية ايه وانا بالعب في احسن نادي في مصر والنادي الاهلي والعب في منتخب مصر فانا لما قلت هروح العب وحاخد الشنطة معايا فقعدت كده احلل احلل القصة فمصطفى عبدو لعمر عبدالله انا هجيلها السنة بس بس باشي الاخناس انما لو جالك عرض من اي نادي تاني اخر درجة اولى منتاز كنت اتوافق تروح قبل النادي الاهلي انا جال الزمالك للزمالك والنادي الاهلي معايا جال الزمالك النادي الاهلي اول ما شافه عم عبدالله الموجود لقيت اللي هو محمد مرعب من الزمالك بعته على طول وهنا وجم قعدوا علشان يخلصوا يعني انت اختار اردتك النادي الاهلي اختارت النادي الاهلي لان هل الاسرة كلها اهلوية كل جراني والاسرة لا انا بجعب الجران لا يعني البيت كله قلاوي البيت كله قلاوي ها فدي كانت بالنسبة لك يعني كانت ناقلة حلم 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 حلم